نبدأ بتدعيات الحرب الإسرائيلية على غزة في مجال الطاقة وإمداداته على البحر الأحمر حيث أظهر بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن أن روسيا تحول شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين إلى رأس الرجاء الصالح بسبب تزايد خطر الهجمات في البحر الأحمر من جهتها قالت شركة سي إيمي الفرنسية لنقل الحاويات أنها تتوقع استمرار اضطراب حركة الشحن التجاري لأشهر عدة كانت مارسيك الدنمركية حذرت الأسبوع الماضي من أن الاضطرابات في البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام هذا وتظهر بيانات الملاحة عبر قناة السويسي خلال العام الماضي مرور أكثر من 21 ألف سفينة في المتوسط تقريبا وتشكل نقلات النفط نحو 30% من إجمالي السفن المرة فيما تشكل نقلات الغاز المسال أكثر من 23 في المئة أيضا تشكل نقلات الغاز البترولي المسال حوالي 3.13 في المئة هذا واتخذت شركات الطاقة العالمية إجراءات لتفادي مرور السفن المحملة بالنفط والغاز والمنتجات المكررة بالبحر الأحمر يأتي هذا مع استمرار التوترات في هذا الممر الملاحي في العرض التالي نرصد بعض هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر وانتقدت وزيرة الخارجية الخزانة الأمريكية جانيت ييلن إسرائيل بسبب إلغائها تصريح العمال الفلسطينيين من الضفة الأربية أضافت ييلن في مقابلة صحفية أن القيود التي فرضتها إسرائيل على تنقل الفلسطينيين والتجارة أضرت بشكل كبير بالاقتصاد الفلسطينيين وأشارت لتوقف العمل في مشاريع قرية في إسرائيل بسبب عملية نقص العمالة ونبهت إلى أن ذلك ليس جيدا سواء الاقتصاد إسرائيل أو الاقتصاد الضفة الغربية هذا وقد تأثرت قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تدعية الحرب على غزة من أبرزها قطع السياحة التي تدهور بشدة مع عزوف السياح عن زيارة إسرائيل المزيد في التقرير التالي منذ بداية الحرب على غزة شهد عدد السياح المتجهين إلى إسرائيل تراجعا ملحوظا فصور صواريخ المقاومة على البلدات الإسرائيلية وما تخلفه من حالات هلع فضلا عن الصور المؤلمة القادمة من غزة وما ترسمه من مآس إنسانية كل ذلك هز صورة إسرائيل كملاذ آمن للسياحة والاستجمام فبحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإن عدد السياح انخفض بنسبة 77% في يناير الماضي على أساس سنوي أما وزارة السياحة الإسرائيلية فقدرت انخفاض عدد السياح مع نهاية العام الماضي بنحو مليونين ونصف مليون عن الأعداد المتوقعة والبالغة خمسة ملايين ونصف مليون سائح السياحة التي تعد رابع قطاع اقتصادي في إسرائيل ضربه الشلل بشكل شبه كامل تقريبا وبدل أن تستقبل الفنادق السياح بات أغلبها مراكز إيواء لعشرات آلاف النازحين ومراكز علاج من الصدمات بحسب تقارير إعلامية غربية ووفقا لتقديرات رسمية إسرائيلية بلغ عدد نازحين منذ بداية الحرب على غزة أكثر من مئتي ألف نازح أغلبهم من المناطق الحدودية تظهر أرقام وزارة السياحة أن 48 ألف نازح يعيشون في 380 فندقا في جميع أنحاء إسرائيل ليس هذا فحسب بل زاد في تعقيد وضع السياحة تعليق نحو 80% من شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي وتشير التقديرات إلى أنه إذا توقفت الحرب فسيستغرق الأمر عامين أو ثلاثة أعوام حتى يتعافى قطاع السياحة لكن بالتأكيد ستحتاج إسرائيل إلى وقت أطول بكثير كي ترمم صورتها النمطية التي هزتها الحرب في قطاع الطاقة العالمي قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن الشريد الكعب إن بلاده ترى الحاجة لرؤية مشتركة لانتقال عادل ومتوازن لطاقة منخفضة الكربون في مواجهة الأهداف غير الواقعية التي تدعو لإلغاء النفط والغاز أضاف في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعاقد بالجزائر أن من المهم العمل على ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وتعقد اليوم قمة زعماء الدول العضائي في المنتدى الذي يضم 12 دولة ويتوقع المنتدى أن ينمو الطلب العالمي على الغاز ب34% بحلول عام 2050 المنتدى هو منظمة حكومية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز تأسس في عام 2001 ومقره الدوحة تبلغ احتياطات الدول العضاء في المنتدى حوالي 70% من إجمالي لاحتياطات العالمية المؤكدة ما يعادل حوالي 145 مليون تريليون متر المكعب هو حجم الاحتياطات من الغاز كما تساهم هذه الدول بأكثر من 40% من المعروض العالمي من الغاز وبنحو حوالي 50% تقريبا من الصادرات العالمية عبر الأنابيب وتبلغ مساهمتها أكثر من النصف في صادرات الغاز المسال من الجزائر ينضم إلينا مراسل الجزيرة عاطف قددرة عاطف أهلا بك إلى ماذا توصل الوزراء في الاجتماعات التي سبقت القمة على مدار يومين نعم يوسف تقريبا ما مهدتم إليه في الوستوديو الآن يشبه كثيرا ما ضار من اتفاقات ومن أحاديث في كثير من الجلسات المغلقة هنا في قصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة حيث تعقد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لو اختصرنا أهم الرهانات التي كان الحديث عنها بقوة في هذه القمة نبدأ من الرهان الأول وهو التوترات السياسية أو التوترات الأمنية في باب المندب وفي البحر الأحمر وأيضا تداعيات المستمرة للحرب الروسية على أوكرانيا هذا ما جاء في أو ما ورد في مداخلة وزير الطاقة القطر يوم أمس في الجلسة المغلقة لوزراء الطاقة ولكن هناك أيضا رهانين آخرين يبدو أن هذه القمة تحاول أن تخرج بصوت واحد بخصوصهما تحدث هنا عن العقود طاولة المدى إلى غاية 2050 وأيضا كيف تدفع هذه القمة تدفع بالهواجس التي يعلنها الموردون بخصوص القضايا البيئية بخصوص العقود الطاولة المدى كان التقرير أو تقرير التوقعات الذي أصدرته القمة في المنتدى أصدره في اليوم الأول عن طريق لجنة الخبراء كان هو في الحقيقة ما يشبه الدفع بهذه التهم التي يطلقها الموردون عن احتمال انتهاء الاعتماد على الغاز بحلول 2050 لكن التقرير جاء معاكسا وتحدث عن ارتفاع الطلب إلى غاية ذلك التاريخ بنحو 34% مقارنة بالوضع الراهن بمعنى أن الغاز سيكون ضمن مزيج الطاقة العالمي في حدود 26% مقارنة بنسبة 23% الحالية عطف ما المنتظر لدى اختتام أعمال القمة اليوم؟ المنتظر هو إعلان الجزائر والتزكية العضوية أو طلب العضوية السينغالة التي تم الوافق عليه يوم أمس وأيضا عضوية موريطانيا هناك عدة أيضا كما قلت عدة بنود في إعلان الجزائر تتضمن مصار الدول المصدرة للغاز إلى غاية القمة المقبلة وهو كيفية الانتقال التاقوي أو الجعل من الغاز واحدا من فرص الانتقال التاقوي أو التي لا تخيف أو لا تناقض مصارات الحفاظ على البيئة مثلما قلنا مثلما يروج له المواردون هذا القمة تريد أن تدفع بهذه الهواجس شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من الجزائر عطف قدادرا نهاية فقرة الاقتصاد شكرا وعودة لمتابعة باقي الأخبار